في البداية وإحنا بنتكلم عن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد ومواجهة الفساد أنا حابب في البداية أسأل حضرتك عن مفهوم الفساد من وجهة نظر حضرتك الشخصية بتشوفه إزاي؟ أنا الحقيقة قبل ما أخش يمكن أمبارح ولا حاجة شوفنا ما يقال بأنه فضيحة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اللي اتهمت بأن هي واخدى رشوة من أحد الدول وليسا طبعا القضاء هناك ما يقولش هي دولة إيه ولا تنتمي إلى إيه وإلى آخره لكن كل دي تسريبات لكن في نفس الوقت بنشوف حتى أنه يعني الفساد وصل إلى أعلى درجات الديمقراطيات اللي المفروض أنها تكون موجودة في العالم البرلمان الأوروبي معها أربعة كمان وبعند الوقت بيدرس ويشوفوا يا ترى القرارات اللي أخدها البرلمان الأوروبي في الفترة الأخيرة دي يا ترى اتأثرت بتوجهات الإخوة دول اللي بيقال أو بيزعم أن حواليهم اتهامات بالرشا والفساد وحاجة زي كده أنا دورت في القموس لما طلبت مني أن أتكلم عن الفساد فوجدت أنه الفساد في اللغة هو البطلان وحاجة تانية كمان مش بس الفساد هو البطلان هو اللهوة واللعب وكأن الفساد عكس المصداقية وعكس الجدية وعكس الاقتمان اللي ممكن يوصب به إنسان وبالتالي الفساد مدام هنبقى كده يبقى بيعمل إقصاء للقدرات الحقيقية و للفرص الحقيقية واستغلال للنفوذ وإلى آخره عشان يوصل للي هو عايزه سواء بالوسطى أو بالرشوة أو بغيره من الحاجات طيب يمكن ده المفهوم البسيط ولو إننا أحب في خلال حديثنا إن إحنا نبقى بنعرج على مزيد من المفاهيم حوالين الفساد أحب أسمع من حضرتك حضرت الأسيس يعني المفاهيم المختلفة حضرتك تكلمت على المفهوم العلمي أو الأكاديمي حسب التعريفات الرسمية لكن في وجهة نظر حضرتك الشخصية هل بتشوف مفهوم مختلف للفساد؟ الحقيقة أنا نفسي أتكلم لو وقتنا يسمح يعني إن أتكلم في فكرتين أساسيتين في فكرة الفساد من ناحية الكتاب المقدس ومفهوم الفساد إيه بالنسبة لكلمة ربنا ونشوف كمان الفساد بالنسبة للعالم عشان يعني نبقى بنعمل عين على هنا وعين على هنا وبنعمل قراءة نبوية من خلال قراءتنا للكتاب المقدس نشوف إيه اللي النهاردة العالم بيقول إيه صحيح خليه نبتدي من البداية يعني الإيماجو ديه التعبير ده اللي هو بيترجم على صورة الله خلقه فالحقيقة الصورة الله دي طبعا الإرادة الحرة والبر والقداسة اللي خلق الله الإنسان عليها في البداية وبعتقد أنه ما فيش أروع من تقرير إلهي عن رأى الله أن ذلك حسن لكن الحقيقة مع السقوط حصل فيه 3-4 حاجات كتيرة جدا هي اللي سببت هذا الفساد اللي احنا بنعاني منه مع السقوط مع سقوط آدم وحواء حصل تمرد على الطبيعة والطبيعة تمردت على الإنسان وأصبح فيه غضب من الطبيعة وسقطت الطبيعة وشوكا وحسكا تنبت لك زي ما قال الرب لأدم وحواء وأصبحت الطبيعة زي ما بيقول الرسول بوليس تأن وتتمخض معا إلى الآن زي ما بيقول في رمية تمانية 22 و23 الحاجة التانية هي طرد الله لأدم وحواء والاستقلال عن شخص الله والعداوة اللي نشأت ما بين الله وما بين الإنسان وما بين الله وبالتالي كان نتيجتها الطفان اللي شفناه واللي أريناه واللي لمسناه الحاجة التالتة هي كنتيجة للسقوط أصبح كمان الإنسان نفسه فاسد يعني مش بس طرد من الجنة ولا كمان الطبيعة فارت عليه لكن أصبح الإنسان مع نفسه فاسد الإنسان مع الإنسان فاسد والإنسان مع نفسه فاسد فشفنا أول جريمة قتل بتحصل ما بين قيين وهبيل شفنا الدماء بتسفك لأول مرة في تاريخ الجنس البشر لنتيجة السقوط شفنا كمان الإنسان مع نفسه زي ما بكلمنا الكتاب إنه في مرطة السبعة إن من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زينة فاسدق قتل سرقة عداوة خصام إلى أخيره أصبح الإنسان وده البعد الرابع اللي مش رائع الحقيقة أبدا بهذه صورة من الصور اللي بيشكل منظومة الفساد اللي أصبحت مشارعانة واللي أصبحت واضحة من خلال كلمة ربنا عايز في الحتة دي أضيف حاجة صغيرة خالص هو إن الكتاب المقدس بيكلمنا عن الفساد والفساد الكل للإنسان أنا أرجو إن المشاهد والمشاهد ما يبقاش بيفهمني بقول الفساد المطلق لا الفساد المطلق ده المادة الخام يعني إبليس المادة الخام ده الفساد المطلق لكن الفساد الكلي زي مثلا ما جيب دماء نقية وحط فيها مليمتر واحد فيروس سي فأصبح الفساد فساد كلي لكن حضرتك بتفرق ما بين الفساد الكلي والفساد المطلق الفساد المطلق ده بتاع إبليس اللي هو المادة الخام الأساسية اللي منها المصدر المصدر الأساسي بالضبط كده فيقول لنا الكتاب رأى في تكوين 6 خمسة يقول لنا رأى الرب الإله أن شر الإنسان قد كثر وأن تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم بنبص نلاقي في إشعياء واحد الآية خمسة وستة يصور صورة رائعة ومخيفة في نفس الوقت عن طبيعة الإنسان عن الفساد الكلي للإنسان يقول الكتاب كل الرأس مريض كل القلب سقيم من إخمص القدم إلى الرأس ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت بنشوف الإنسان فسد فساداً كلياً وعاجز عاجزاً كلياً زي ما بيقول الكتاب في رسالة رومية أصحاح 7 في تصوير دقيق كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضر عندي فلست أفعل الخير الذي أريده الصلاح الذي أريده بل الشر الذي أبغضه فإياه أفعل وأنا حابب بس أن أوجه النظر إلى أنه فيه فرق كبير جداً ما بين الرغبة في صنع الصلاح والقدرة على صنع الصلاح الصلاح اللي لربنا عايزه حسب وصياه اللي بيمجد ربنا اللي بيدافع الإيمان ده شيء آخر مختلف عن أي نوع صلاح آخر الإنسان بيحاول أنه هو يعمله فإحنا الحقيقة بنشوف أن الإنسان أصبح فاسد وأصبح فاسد فساداً كلياً وأصبح عاجز وأصبح عاجز عجزاً كلياً ما هي المؤلم جاء لنيجليل للنتيجة بتاعته يا مينا دلوقتي هو أن الإنسان أصبح موارث للوارث وموارث للخطيئة زي ما يقول لنا في مضمور 51 الآية 5 هأنا ذا بالإسم صورت وبالخطيئة حبلت بأم بيقول داود وزي ما بيكلم بوليس في رومية 512 يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد قد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع فبصي لاقي أن الصورة تشوهت أنا حابب يا مينا لو أزنتلي ومعرفش إذا كان دا ممكن ولا لا يطلع على الشاشة ولا لا ما عنديش فكرة يعني تكوين 6 الآية 11 و 12 يقولي كتاب تقرير الله كده يقول إيه وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلماً ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض وده اللي بيأكده سفر المزامير في مصمورة 14 لما يقول قال الجاهل في قلبه ليس إلى الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قزاغوا معاً فسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد اللي يمكن الرسول بوليس بيلخصها بكلمة أموات يقول وأنتم إذ كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلاً فأصبح النهاردة الفساد جزء من طبيعة الإنسان وكل بئر بما فيه ينضح زي ما بيقول يمين الشعر وبالتالي أصبح الفساد خايف أقولي العبارة الصعبة أوي علي وعلى مسامع المشاهدات والمشاهدين أصبح الفساد هو طبيعة الإنسان الطبيعي يعني إذا كان هو فاسد فكل ما سيفعله فاسد حتى لو كان يبدو من الخارج يعني صلاح بيفعله وبيقدمه وبيعمله حتى أعمال الصلاح أصبحت فاسدة لأنها يقول الكتاب إن كثرتوا من الصلاة لا أسمع أيديكم ملآن دمًا فأصبح النهاردة حتى الصلاح طالع من قلب إحنا مش عندنا برضو في المثل الصعيدي بتاعنا بيقول الإيد النكسة ما تنظفش فهو كده إذا كان القلب قذر دنس نجس مستقل عن ربنا فلازم نلاقي النتيجة كده كمان بنفس الصورة عايزة أعرف من حضرتك أسيس رضا إزاي بتشوف انعكاس هذا الفساد اللي حضرتك بترجعه لقلب الإنسان ومنشأه الداخلي انعكاسه إزاي بيظهر في حياتنا اليومية في مجتمعاتنا النهاردة اللي بنعيش فيها أنا قبل ما شوفها في مجتمعاتنا أنا بشوفها آسف يعني في التعبير وزملاتي وإخواتي وأوى الأخر بشوفها في العبادة يعني حتى عبادتنا قبل ما تبقى حياتنا اليومية الحقيقة كمان دخل إليها الكثير من الفساد لولا نعمة ربنا اللي تنتشلنا واللي تغير حياتنا فأصبحت العبادة يعني يعني يقول إشعياء واحد يقول إن كثرتم الصلاة لا أسمع رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضطها نفسي لماذا ليه كثرت زبائحكم يقول الرب فأصبح النهاردة حتى العبادة يعني يعني الفساد وصل حتى كده حتى في الصوم حتى في الصوا حتى في الصدقة يقول للمسيح يقول الذين يصلون قائمين في زوايا الشوارع ليظهروا للناس إنهم بيصلوا وإنهم يظهروا للناس صائمين وأما أنت فمتى صمت فدهم رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما حتى الصدقة يقول إذا صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المرؤون لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك بالنسبة للصدقة فحايزة أقول إن يعني قبل ما تنقل بقى للمجتمع والسلوكنا وكده يعني تصدق إن حتى عبادتنا أصبحت بهذه الصورة ومن العهد الأديم نبص نلاقي ربنا يقول لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما من من في السماء من فوق ولا على الأرض ولا تحت الأرض وربنا يخرج شعب إسرائيل من أرض مصر وبعد ما يخرجهم يعملوا عجل ويقولوا هذه أليتك يا شعب إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر أنا عايز أمينه قبل ما نشوف المجتمع اللي مليان بالفساد واللي برضو أقول وأنا حزين ده الشيء الطبيعي لأن الفساد جواه نشوف إحنا نفسنا بالفعل يعني لما بشوف الرب بيخش الهيكل ويعمل ثورة داخل الهيكل يقلب موائد الصيارفة وبعت الحمام يقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص فوصل وصل الفساد للهيكل وأنا النهاردة عايز أقول بلاش أقول الكلام اللي جاي لكن أنا عايز أقول كلام الكتاب في رؤية ثلاثة لم يقول ها لك الملاك كنيسة اللوديكيين لم يقولوا ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع المسيح بيقول أنا واقف على الباب وبيقرع على باب الكنيسة أكتب إلى ملاك كنيسة اللوديكيين ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع طب أما المين اللي جوه لما المسيح برا الباب أما المين اللي جوه أنا طبعا مش بعمم لكن أنا عايز أقول أنه شوف قد إيه الفساد بيوصل وبيحاول يوصل له لنعمة ربنا اللي تخش وتغير وتطهر وتنقي وتدي شيء آخر مختلف خالص يمكن يكون لنا وقت إن احنا نتكلم فيه لكن المجتمع اللي انت سألتني عنه من زمان كده من زمان كده هو الأرض كانت كتير قوي لما قيين يقتل هبيل يقول لنا كتاب عن الظلم الاجتماعي أقرى لك عموس عموس ده معروف إنه هو نبي العدالة الاجتماعية أو الظلم الاجتماعي عموس 2 الآية من 6 إلى 8 خليك طويل البال شوية معي معي يقول هكذا قال الرب من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم يعني ثلاث ذنوب واربعة يعني سبعة يعني لأنهم باعوا البار بالفضة تصدق والبائس لأجل نعلين نعلين يعني يبعوه عشان خطر يخدم تمام نعلين الذين يتهممون طراب الأرض على رؤوس المساكين يعني هياخدوا الأرض والطراب بتاعها أو المساكين هيحطوا الطراب على دماغهم لأن رزقهم اتقطع ويصدون سبيل البائسين شوف الفساد في الكلمات الجاية إيه ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يدنسوا اسم قدسي ويتمددون على ثياب مرهونة المفروض السوب ده ياخدوا الغلبان لأنه لأنه بيتغطى بيه بين الليل يتمددون على ثياب مرهونة اسمع اللي جاي بقى بجانب كل مذبح يعني في قلب المذبح بيناموا على الثياب اللي خدوها رهن من الجدع الغلبان اللي مقدرش يسدد الرهن اللي عليه واللي يبعوه بالفضة الأجل نعلين ويشربون خمرة المغرمين في بيت آلهاتهم يعني ياخدوا الفلوس من الناس الغلابة يجيبوا بيها خمرة عشان يشربوا الخمرة في بيت آلهاتهم شفت المجتمع يعقوب يحتل على أبوه إسحاء طيب يجي لابان يحتل على يعقوب ما الحكاية زرع وحصاد داود يحتل لقتل قرية الحسي طيب يجي يقاب رئيس الجيش يقتل أبشالهم ابن داود إزابل تعمل مؤامرة عشان تسلب كرم نبوت اليزرعيلي وفي المكان اللي عملت فيه كرم نبوت اليزرعيلي دمها يسيل بكل أسف هناك ده اللي بنشوفه في المجتمع ده اللي بنشوفه في المجتمع هل أقولك إيه بس أقولك على أنا كاتب عندي شوية حاجات كتيرة جدا ما ظنش للوقت هيسمح لما كلمك عن انعدام حرية الصحافة لما أقولك عن انعدام أو ضعف الشفافية لما أكلمك عن فقداني المصدقية لما أكلمك عن انتقاء المحاسبية حبيبك بتوش عارف تعمله إيه وعدوه تعمله إيه انتقاء المحاسبية تحاسب ده تتباحه تحاسب ده تقوله معلش متعملش كده مرة تاني وتزعق له كده قدام الناس وتعمل فيلم كده عشان خطر ازدواجية المعايير تسيس القضاء في بعض الأحيان تعرض المصلحة اللي بنسميها conflict of interest أبقى موجود في مركز فشغل بنتي وشغل زوجي وشغل زوجتي وشغل صحابي وشغل حبابي والفرقة بتاعتي الدكتاتورية كل ما يبقى فيه دكتاتورية يبقى فيه فساد ليه؟ لأن الدكتاتور فوق القانون طب ما هو مش هيطر يطبق القانون لأنه هو مستنقع البيروقراطية مع البيروقراطية تلاقي فيه الرشو ليه؟ لأنك مش هتمشي الشغل بتاعك إلا من خلال ما تلحلح جيبك ولا تشخشخ جيبك ولا تفتح الدرج ولا الاختلال العدالة الاجتماعية وبالتالي كل دي مظاهر للفساد اللي ممكن نشوفها في المجتمع حضرة الأساس